في حاجات مهمة جدا واساسية لازم تحددها لنفسك قبل ما تكتب المقال وهو اختيارك للكلمة المفتحية كلمة مفتحية يكون قوية عليها نسبة ببحثة عالية وكمان سعر نقرة محترم علشان يفيدك ويفيد موقع طيب هقدر ازاي يختار الكلمة المفتحية اللي يكون عليها نسبة ببحثة عالية بكل بساطة في التحديث الاخير الخاص بأداية جين رانك بدأ يقدم لك الخدمة دي بشكل احترافي جدا وبعناك كتير خاصة بيها هتخش على اداة وبعد كده هتخش على شريط الخاص بالبحث فوق كده هتحط الكلمة المفتحية الخاصة بيك اللي انت عاوز تبحث عنها وهتكتب عنها مقال وبعد كده هيبدأ يظهر لك تحت كده الكلمات كلها في الجدول اللي ظهر قدامك ده نسبة البحث الشهرية وكمان سعر النقرة وهييظهر لك بيانات كتير خاصة بالموضوع لكن عاوزين نتكلم بقى يا جماعة باستفاضة عن موضوع كلمات المفتحية. الكلمة المفتحية هي الاساس في بناء الموقع بتاعك. وانت كمنشئ محتوى كتابي مطلوب منك انك تشوف هل الكلمة دي عليها بحث الاول ولا لا. يعني نسبة البحث الشهرية على الكلمة هي اللي هتكون داعي كبير اوي ليك انك تكتب مقال. يعني ايه داعي انك تكتب مقال على حاجة مش عليها بحث. يعني هتحط المقالة في الموقع بتاعك هيكون رصيد مقالات موجود في الموقع وخلاص. او مجرد حشو كلمات موجودة في الموقع من غير استهداف لكلمات عليها بحث ولا اي شيء. مش هيخش لك زوار وبالتالي مش يبقى عندك ارباح. طيب احل المعادلة ازاي بكل بساطة انت محتاج قبل ما تكتب اي مقال تدرس الموضوع وتشوف هل النتش بتاعي اقوى الكلمات فين اللي هتجيب لزوار وتبدأ تكتب عنها مقالات. تبحث عن كلمة كلمة وكل يوم عندك لو في الخطة المجانية بالنسبة الادات هيدلك انك تبحث عن كلمة واحدة. لكن هيظهر لك تقريبا ستاشر كلمة تانية متعلقين بالكلمة اللي انت بحثت عنها. الستاشر كلمة دول انت ممكن كل يوم بيدي لك انك تبحث بكلمة واحدة في الخطة المجانية. ولو بحثت بكلمة واحدة هيظهر لك ستاشر كلمة متعلقة. تاخدهم تحفظهم في ملف تيكست وبعد كده هتستخدمهم تاني في اي وقت. عندك بقى بالنسبة لك في الخطة المدفوعة فانت قدامك الموضوع مفتوح بتبحث زي ما انت عاوز. لكن برضو خلي بالك الموضوع واحد بالنسبة للاتنين ازاي? لما بتيجي تكتب اي مقال اختيارك الاساسي والاهم لمجموعة عوامل. العوامل الاساسي للموضوع اختيار الكلمة المفتاحية هو نسبة البحث الشهرية دي من اهم الحاجات. سعر النقرة. كمان المنافسة على الكلمة المفتاحية. في ناس كتير تقول لي انا مش هختار كلمة مفتاحية قوية او يعليها بحث كتير لانه موقع ضعيف. طيب انا عاوز اسألك سؤال هو موقعك هيفضل طول عمره ضعيف? لا طبعا. فانت اكتب المقالة الالفين كلمة تلات تلاف كلمة استهدف فيها كويس. وزع كلماتك المفتاحية كويس. وجهز مقالك. وانشره. موقعك في الوقت الحالي ضعيف. اه مفيش مشكلة. ممكن المقالة بتاعتك ما تزهرش. تاخد ترتيب في الصفحة التانية في التالتة. ايا كان خدت اي رقم من ارقام الخاصة بالصفحات الخاصة بتصدر نتائج البحث. لكن فيما بعد هتعلى. فيما بعد المقالة بتاعتك هتعلى مع الموقع بتاعك. ادو من اصورة بتاعك من كتر النشر. ومن كتر عمل باكلينك ومن شغلك على موقعك هيعلى. البدج اصورتي هتعلى. شغلك على موقعك بالنسبة لترتيبك العالمي وفي دولتك كمان هيعلى. كل ما الحاجات دي تتزبط كل ما هتلاقي المقالة بتاعتك خلاص بدأت تزهر في محرك البحث وتاخد صفحة اولى ونتيجة رقم اتنين ونتيجة رقم واحد وتتصدر. يعني معنى كده يا جماعة ما تبصش قوي على حتة المنافسة. ما تبصش قوي على حتة نسبة البحث الشهرية هتكون عائق بالنسبة لك انك تكتب مقال لأ. دور اهم شيء على انك تكتب مقال بشكل احترافي. توزع كلمتك المفتحية بشكل كويس. العنوان تستهدف فيه الكلمة المفتحية في مكان كويس في العنوان وتكتبه بشكل احترافي. الحاجات دي كلها عامل اساسي بانك تتصدر وتجيب زيارات. فوجود زيارات في الموقع بتاعك مربوطة بايه? مربوطة بانك كتبت مقال متوافق مع السيو وزعت كلمتك مفتحية صح مليون في المية استهدفت الكلمة بشكل صحيح. وبرضو بناء على انك اخترت كلمة عليها نسبة بحثة عالية. واخترت كلمة آآ الناس بتدور عليها في المجال بتاعك. انت مجالك مثلا في نتشي الصحة بتدور على اهم الكلمات اللي فيها نسبة بحث في نتشي الصحة. وتكتب عنها مقال. الموضوع بماشي بالطريقة دي. يعني باختصار كل ما يكون عندك اهمية للموضوع من بدايته انك تختار كلمة عليها بحث ويكون سعر النقرة كويس هتستفاد بارباح وهتستفاد بزوار دخلين موقعك. كل ما يكون فيه استهداف صح للكلمات كل ما هتلاقي الموقع بتاعك بيخش له نسبة زيارات عالية جدا. نسبة الظهور هتزيد لانك بقيت موجود في الصفحة الاولى بصفة مستمرة. ونسبة الارباح بتاعتك هتزيد ليه? لان انت لما بتكتب مقالة اخترت انها تكون غالية. يعني حلية المعادلة بتاعة نسبة البحث العالية ويكون برضو غالية في نفس الوقت. فالزكاء في اختيارك في الجزئين دول او حلك للمعادلة دي هو اللي هيحل لك مشكلة الزيارات وهو اللي هيحل لك مشكلة الارباح. فاكد مليون في المية انك تختار وتخطط للمحتوى الخاص بيك. ما تحطش مقالة في الموقع بتاعك عشوائية. اشتغل بشكل منظم. عندك لما تكتب مقال عاوز تتصدر فيه وعاوز تتجني منه ارباح لازم ان يكون متخطط لي. خطة المحتوى جماعة مهمة جدا. اتمنى الناس كلها يكون استفادت من حلقة ديت ومعلمات عامة عن موضوع الكلمات المفتاحية. وان شاء الله في حلقة تفصيلية هنتكلم عنها بالتفصيل عن استخدامها استخدامنا الكامل لادات جين رانك بشكل احترافي. في النهاية اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة